اهلا بكم احبائنا المشاهدين في برنامجكم التاريخ المبكر للإسلام سوف نقدم لكم سلسلة من الحلقات حول دراسة القرآن من الناحية العلمية أولا ثم دراسة عن التاريخ المبكر للإسلام تعتمد هذه الدراسة على التاريخ المادي كما قلنا من مخطوطات ونقوش وعملات وآطار تشهد على هذا التاريخ إذن دراستنا سوف تكون دراسة علمية بعيدة عن العاطفة والميول العقائدية السؤال المطروح لماذا نقدم لكم دراسة للقرآن وتاريخ المبكر للإسلام اعتمادا على المخطوطات والوتائق التاريخية الجواب بكل بساطة أن معظم المسلمين يعتقدون أن تاريخ الإسلام مضبوط ومعروف وموطق حتى أطفال المسلمين يعرفونه معرفة جيدة لكن واقع الأمر يقول غير ذلك كل ما يعرفه المسلم وحتى غير المسلم عن تاريخ الإسلام وصلنا عبر سلسلة من الرواة والمحدثين جيلا بعد الجيل شيخ يروي عن شيخه من أيام الرسول إلى وقتنا الحاضر وهكذا لكن هذه الأطروحة غير صحيحة عندما نفتح مخطوطات كتبت ودونت في القرن السابع الميلادي أيام ظهور الإسلام كشهادات على العصر بلغات مختلفة كاللغة اليونانية والسوريانية والأرمينية وغيرها من اللغات التي تكلم أصحابها عن دخول العرب إلى أرضهم وما حدث حسب نظرتهم لهذا الزحف العسكري وأسبابه في حين كان من الطبيعي أن نجد مخطوطات عربية بخط يد فاتحين يقدمون لنا روايتهم من وجهة نظرهم لكن الغريب والمذهل أننا لم نجد ولو مخطوطا عربيا واحدا كتبه أحد الفاتحين المنتصرين فقد جررت العادة في معظم الحضارات أن المنتصر هو من يكتب التاريخ ويوثقه لكن في حالة الفتوحات الإسلامية لا نجد وطائق إسلامية مهمة توطق هذه الأحداث وتؤرخها إلا بعد ما يناهز قرن ونصف من الزمان عن مرور هذه الأحداث كل ما نجده من روايات وأخبار موطقة لا تتعدى في قدمها العصر العباسي والسؤال المطروح لماذا لم يكتب العرب المسلمون تاريخهم قبل هذا العصر في حين أن القرآن يأمر المسلمين بكتابة ولو دين بسيط بين شخصين وذلك في صورة البقرة الآية 282 يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى آخره فما بالكم بتدوين تاريخ عظيم غير مجرى التاريخ كله هناك فرضيتين فقط لتفسير عدم وجود وطائق عربية إسلامية تعود لعصر ظهور الإسلام الفرضية الأولى عدم قدرة العرب المسلمين على تدوين الأحداث التاريخية التي عاشوها لتبقى للأجيال اللاحقة ربما لانشغالهم بالحروب والغزوات وربما لم يهتموا بتدوينها لاعتقادهم باقتراب نهاية العالم كما يشهد القرآن في العديد من الآيات والصور كصورة الزلزلة والقارعة والتكوير لكن هذه الفرضية لا تستقيم أمام آيات الدين التي ذكرناها في صورة البقرة وهي الآية 282 الفرضية الثانية هي أن العرب المسلمين دونوا وكتبوا تاريخهم فترة وقوع هذه الأحداث لكن بعد تعاقب الحكومات والخلفاء تعرضت هذه الوتائق للحرق والتلف ليخدم اختفاؤها مصالحهم السياسية والشرعية تذكر بعض المراجع الإسلامية كالمصاحف للسجستاني والسنن الكبرى للبيهقي والإتقان في علوم القرآن للسيوطي وغيرها على سبيل المثال أن الخليفة عثمان بن عفان أمر بحرق المصاحف الصحابة الذين دونوا القرآن والمشهود لهم بالعدل والاستقامة كعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعلي بن أبي طالب وغيرهم ليبقي على مصحف واحد أمر هو بتدوينه سمي بمصحف الإمام وتعرضت باقي مصاحف الصحابة للتلف والحرق كذلك في عصر عبد الملك بن مروان على يد وليه في العراق الحجاج بن يوسف الثقافي فما بالكم بحرق الوتائق التاريخية والأحداث الكبرى لدهور الإسلام وهذه الفردية هي الأقرب للمنطق والواقع الذي عاش فيه المسلمون الأوائل من فتن كبرى وصراح حول الحكم قسم المسلمين لفرقتين سنة وشيعة ففي ضل غياب هذه الوتائق العربية الإسلامية كان من الأجدر والمطلوب الرجوع للوتائق التي ترجع لفترة ظهور الإسلام الموجودة في المتاحف والمكتبات الكبرى التي تزخر بمثل هذه الوتائق التاريخية هناك منكم أعزاء المشاهدين من سوف يعترض على أن العرب المسلمين لم يخلفوا وراءهم أي مخطوط يذكر ومتحف طوبكاب ساراي في إسطنبول على سبيل المثال توجد فيه مخطوطة رسالة النبي لهرق العظيم تؤرخ طلب الرسول من الأمبراطور البيزنطي الدخول في الإسلام للأسف هذا المخطوط لا يعود لا لعصر الرسول ولا لعهد الصحابة ولا لعهد التابعين فهذا المخطوط يعود لعصر قريب من عصرنا الحاضر لأنه قلد الخط الكوفي الذي بدأ تدويله في عصر عبد الملك بن مروان وبشكل سيء فالمتخصص في علم الخطاطة يستطيع بسهولة كشف هذا التزييف بالإضافة لوجود ختم في طرف الرسالة مكتوب عليه الله رسول محمد من الأعلى إلى الأسفل وهي طريقة الاستفتعود لعصر الصلاطين العثمانيين حين تطور الخط العربي إلى الخط التغرائي حيث تكتب العبارة فيه من الأسفل إلى الأعلى مثل بسم الله الرحمن الرحيم وبالرجوع للعملات الإسلامية القديمة نجد عبارة محمد رسول الله من الأعلى إلى الأسفل بترتيب عكسي لما قدمته هذه المخطوطة مما يفضح هذا التزييف وبالمناسبة عند زيارة الميدانية لمتحف طب كاب ساراي سنة 2012 ميلادية سألت المشرفة على زيارتي وتدريبي وهي الدكتورة سهيلة مرات عن حقيقة عمامة النبي يوسف وعصى موسى المعروضة في المتحف فكان ردها بابتسامة تفيد أن ما نراه معروضا في المتحف ليس دائما بالضرورة يعود لعصر ما هو موجود كعنوان عليه وبالتالي فمخطوط رسالة الرسول لهرق العظيم لا يعود للعصر الذي دعي أنه يعود إليه وبنفس التزوير والتدليس وجدنا رسالة الرسول للمقوقص عظيم القبض وكسرى عظيم الفرص والنجاش عفوا عظيم الحبشة معظم المسلمون يعتقدون بوجود رسالة النبي محمد لهرق العظيم يدعوه فيها الاعتناق لإسلام لكن بفضل علم المخطوطات والخطاطة تبين هذا التزييف والسؤال المطروح لماذا بعض المسلمون زوروا الوثائق وكذبوا على إخوانهم في الدين الجواب بسيط كما قلنا لعدم وجود وثائق عربية إسلامية تعود لذلك التاريخ المبكر للإسلام فحاول بعض المزيفين تقليد الخطوط العربية القديمة ليصبح التاريخ الإسلامي معروف وموطق كباقي الأحداث التاريخية العالمية خلاصة الحلقة انتهى عصر النقل والرواية وجاء عصر العلم والمعرفة ليكشف لنا عن المستور ويفضح تزييف الكذابين ويعيد الحقيقة لظهورها كما كانت في الأصل نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة